شخصية صاحب السمو الإمارات بلد الخير والنماء رحاب التطور والإنجاز بلد العزيمة النافذة والرفعة والعطاء ربطتها بمملكة البحرين علاقات تاريخية وطيدة علاقات محبة خالصة وتشارك بناء وتعاضد وتفاهم فما يربط البلدين الشقيقين على مر السنين يتجسد علاقة استثنائية وضع لبناتها الأولى القادة المؤسسون الذين مهدوا طريق المحبة بين قادة وشعب كلا البلدين حتى نمت وتنامت وصارت إلى ما وصلت إليه أنموذجا لعلاقات الأشقاء بالأشقاء زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان إلى بلده الثاني مملكة البحرين زيارة تعكس ما يوليه قادة كلا البلدين من اهتمام كبير وتطلع شاسع لنماء علاقة كلا البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية فسمو ضيف البلاد الكريم شخصية ساهمت بشكل واسع جدا في تعزيز علاقات الإمارات الخارجية مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة وذلك لما يتمتع به سموه من حصافة وحكمة ومكانة دولية مرموقة على مستوى العالم فلسموه دور بارز في رفض مسيرة النماء والارتقاء التي تخطو بها الإمارات العربية المتحدة بكل ثبات وإقدام متطلعة إلى كل ما هو مبتكر ومتجدد يخدم الإمارات وشعبها العظيم فعلى الصعيد الدبلوماسي والدولي يحظى سمو ضيف البلاد الموقر بمكانة رفيعة واحترام كبير وتقدير مميز لدى العديد من قادة ورؤساء دول العالم الذين باتوا ينظرون إلى حجم الإنجاز والتقدم الذي تنعم به دولة الإمارات كنموذج للدولة الحديثة المتطورة ويرون في طليعة فريق عملها رجل لا يخطئ الفرص ولا تنفك عزيمة شعبه ولا يرى فيهم سوى الوفاء والعطاء والاجتهاد فبات اسم الإمارات لصيق بكل نجاح وإنموذج تحتذي به العديد من الدول والمنظمات مواقف تاريخية لسمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان حفظه الله في دعم ومؤازرة العديد من دول المنطقة والعالم التي تتشارك معها اتفاقيات التعاون والتفاهم في مختلف الملفات والقضايا مواقف نبيلة تؤكد أصالة الروح العربية المتجذرة في أبناء الإمارات العربية المتحدة والذين لطالما كانوا العون والسند إلى أشقائهم في مختلف المحافل والميادين وكانوا العون والنصير لتخط المحن والأزمات حتى باتوا لا يغيبون عن أي محفل عربي ودولي بحضور فاعل ودور بناء بقيادة سمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد الانهيان وأخيه ولي عهده سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان كيف لا وهم أبناء زايد رحمه الله زايد الخير والعطاء زايد المحبة والوفاء ترجمة نانسي قنقر